ترجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد وولى فقراتنا فقرة الصحافة سرد سريع لهم المنشتات والعنوين الصادرة صباح اليوم هيعلق عليها دفتنا الموجود معنا نهاردة في الستوديو الأستاذ هاني النحاس وهو نائم منائب مدير تحرير روزا اليوسف صباح الخير يا فاندل صباح الخير يا سعيد ازايك أستاذ هاني تمام التعمل دنيا نهاردة فاضية نص نص واضح ان البيض لسه في عيد يعني انا وانا جاي حتى في الطريقة الكورنيش لسه لشوارع فاضية اتمنى يعني دي تكون سيولة مررية اتمنى ان يكون ده النباط مروري اكتر من الناس لسه مسدق ان نحن لسه في عيد اتمنى ان نشوف القاهرة كده على طول ان شاء الله اه اتمنى اه طبعا ياريت بس اعتقد كمان هو عشان الناس مسافرة وعلشان مفيش مدارس ولا جماعات فهو ده برضو المحقق يعني السيولة المررية اللي احنا شايفينها النهار دي انا اعتقد اه يعني ما تحلم شاوي خلينا نسرد للناس نهاردة الاخبار بتاعتنا ونرجع نعلق عليها خبر خبر المصر اليوم مشاهدين هارك سعيد نهاردة منشات في الصفحة الاولى بيقول تفجير ارهابي في يوم تمديد طوار سيناء اما الاخبار الصفحة الاولى التشغيل التجريبي الثاني للقناة الجديدة 3 اغسطس الشروع الصفحة الاولى العليا للانتخابات مستعدة لاجراء الانتخابات في الاجازة القضائية الاهرام الصفحة الاولى الحكومة تنتفض لضبط منظومة النقل النهري الشروع صفحة ثلاثة مجلس الدولة يراجع اول قانون لتنظيم اجراءات المنعة من الصفر المصر اليوم في الصفحة الاولى العاملون بالمالية يعلنون ثورة غضب ضد الخدمة المدنية الاهرام صفحة ثلاثة غدا تدشين مبادر التوفير مليون جرعة لعلاج فيروس سي الاخبار الصفحة الثالثة 3 اسعار للدولار ومطالبة المركزي بانقاذ الاسواق واخر خبر معانا النهاردة في فقرة الصحافة الوطن الصفحة الاولى بلاغ يتهم الاثار بترميم عمود اثري بالشينيور التفجير ارهابي في يوم تمديد دورق السيناء استاذ هاني ده منشاة موجود معانا في المصر اليوم دينا بقى شوية معلومات كده عن هذا التفجير هو تفجير حصل انبارح الصفح استهدف توبيس كان راكب في بعض جنود الامن المركزي تحديدا 18 الحمد لله ما فيش حد فيهم استشهد هم 18 مصاب ده كان الصفح طبعا التوارئ مددت فيه وحظر التجوال في سيناء اتجددت صباح الحد يعني قبل التفجير بحوالي 6 ساعات فالإرهابيين حتى ولاية سيناء طلعوا البيان تبنوا في العملية الإرهابية دي واكد ان هو ده رد بسيط منهم على تمديد الحظر في سيناء كما لو كانوا معنيين بالامن في سيناء انا لما قرأت البياني مبارح اندهشت جدا انتوا بتبرروا عملياتكم الإرهابية دي انكم بتردوا على مجلس الوزراء اللي قرر ان هو مد الحظر ومد التوارئ في سيناء هل انتوا معنيين بالامن في سيناء لا انتوا اللي بترهبوا وانتوا اللي بتولعوا في سيناء دلوقتي بس خلينا اقولك في ملحوظة انا لما شفت براح الفيديو اللي شايروه ولاية سيناء بعد الحدث الإرهابي حولي 6 ساعات فوجئت ان هما مصورين العملية من فوق عمارة تمام يبقى اذا ان هما الارهابيين بتوع ولاية سيناء كانوا واخدين خط سير اتوبيس الأمن المركزي انه هيتحرك من المكان المعسكر من المكان الفلاني رايح المكان الفلاني فده برضو بيضعنا قدام تسائل مهم من اين تصربت تلك المعلومات وخط سير جنود الأمن المركزي في سيناء الى هؤلاء الارهابيين وده برضو بيأكد لنا ان احنا لازلنا بنفتقد المعلومات والمعلومات بتوصل لحد عندهم لان معنى ان هو هل الامدادات بالمعلومات دي بتتمي من خلال مثلا الدباط اللي تم تسريحهم من الجيش واللي ما نعرفش عنهم اي حاجة لحد الوقت المعلومات دي بتحلوهم ازاي هو بصي هو الشعب المصري وطني ولكن بات من المؤكد بان هناك خائل على الاقل من وسطنا ومش اللي خرج بس على الاقل لازل هناك خائن يعني موجود في وسطنا فالمفروض فيه تحريرات امنية تجرى لمحاكمة هؤلاء اللي بيصربوا الى الحداث انت لو شفت مبارح الفيديو الفيديو متصور من فوق بيه ثلاث دوار وهو ازا واقف ومستني وعارف واخر التعليمات ان الاتوبيس هيتضر في المكان ده ازا دي عملية مرتبة بشكل كويس جدا وازا هي مش قصة مش مرتبطة بتمديد الحظر او الكلام ده كلها ده هما مرتبن لها مثلا من اسبوع وعارفين ان الجنود هيتنقلوا في خط السيف ده لازلنا نفتقد لمعلومات لازلنا المفروض ان احنا ناخد عدد من الاجراءات هناك في سيناء ونكون اكثر انتباها احنا بنواجه ارهاب لا عنده دين ولا عنده ضمير ولا عنده اي حاجة احنا في سيناء بنحارب دول وعايز اقولك حاجة المعلومات المتدولة ده ده بيأكد ان فيه دول بتحاربنا في سيناء لان ده معلومات مخابراتية مفيش حد يقدر تلاتي في سيناء احنا بيتحارب حوالي 4000 ارهابين ده بغض النظر اللي تقتله معاهم الاسلحة على احدث ما يكون معاهم سواريخ مضادة للطائرات معاهم الكلام ده كله فاذا في دول وقفة وراهم فيه اجهزة مخابرات بيتمدهم بالمعلومات في سيناء فالمفروض يكون فيه انتباه مننا اكتر من كده بس خلينا اقولك حاجة الانتباه ده ممكن يحصل امتى بعد احنا كان ممكن نفقد ان برح ارواح الحمد لله ان احنا ما فقدناش الحمد لله بس كان ممكن نفقدها يعني فده معنا ان احنا بسانيين نفقد كام روح او كام عملية كمان ارهابية علشان نبدأ نضبط الاداء يعني محتاجين يا سارة محتاجين انتباه اكتر من كده من سيناء ومحتاجين ان تحريات تشتغل بس انا خلينا اقولك في الاخر الجيش رد مبرح عليهم باستياد 18 ارهابي اذا كنتوا انتوا ما قدرتوش تقتلوا 18 مجند واسبتون بس فاحنا هاتلنا منكم 18 ارهابي وخليني اقولك برضو حاجة هفكر الارهابيين تاني برسالة الحجاج بنوسف الثقافية قال اتقي في المصريين ارضهم وإلا حرابتك صخور جبالهم واتقي فيه دينهم وإلا احرقوا عليك دنياك الرسالة دي موجهة الارهابيين وفي الاخر هننتصر في سيناء بس واضح عايزة اسكر لك حاجة سريعا بعد يوم السيداف الاكمنة طلع طيار مصري مقاتل بجد وطني بجد بالرغم ان الارهابيين كانوا سيطروا على جزء ما وقطعوا الامدادات عن المكان ده وسيطروا عليه بقى موجود حواليك 300 ارهابي في المكان ده الطيار ده طلع بطيارته الاباتشي وكان عارف ان هو هيستشهد بلا محالة لان هو الارض تحته بقت ارض معادية الارهابيين هم اللي مسيطرين عليه خد الاوامر وطلع وكان شايف قدامه وطن بيحاول ارهابيين ان هم يهزوا او يهنوا وكان شايف قدامه زميله الشهداء اللي ماتوا الطيار ده طلعه هو عارف ان هو حياته في خطر ونسبة استهدافه 90% بالمعدات اللي مع الارهابيين والسواريخ اللي هي بتستهدف الطائرات وطلع وما خافش وموت الارهابيين هو ده اللي موت ميت ارهابي على الارض بالرغم ان هم كانوا عاملينه كمين هم عارفين ان هم لما يوجهوا الدربة دي ففي الاخر احنا الجيش هيتحرك ويطلع طيارة ابدش لاستهدافهم كانوا جاهزين للحظر مجرد ما الطيار طلعه اتطلقت عليه اتضربت على طيارة العشرات من السواريخ بس ده لانه كان مقاتل مصري انا بحقينا معرفش اسمه تحية تحية كبيرة جدا ويمكرونه والله خير والمكرين الحمد لله الاخبار تشغيل تجريبي الثاني للقناة الجديدة يوم 3 اغسطس يعني خلاص على الابواب يا مساهل يعني طبعا الفرحة كبيرة جدا نحن بنشوف الحلم يتحقق بعد سنة زي ما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي هنشوف تشغيل تجريبي زي ما صدرت يوم 3 اغسطس هنشوف افتاح راسبي بيحضره ملوك وامراء ورؤساء وقادة العالم حوالي هيكون موجود 50 زعيم من حول العالم وفود رسمية الحلم بدأنا نشوفه على الارض الواقع الرئيس كان قال سنة والحمد لله سنة كان اما بحضو طلعه اعتقد فترة زمنية 3 سنين هما الاول قاله 5 طب خلينا 3 فالرئيس قاله أنا هستليها بعد سنة فالحمد لله احنا انجزنا وده بيبعت رسالة ان المصريين لما بيريدوا طبعا هما بيحققوا ده بس خلينا اقولك حاجة برضو احنا ان شاء الله الافتتاح الرسمي يوم 6 اغسطس خلينا نقول ان شاء الله المشروع قناة السويس هيبقى ناجح ولكن المشروع لم يكتمل الا باستكماله اللي هو مشروع محور تنمية قناة السويس فعلشان لو المصريين احنا عندنا بنرتفع بأحلامنا قوي زي اللي حصل بعد المؤتمر الاقتصادي يا جماعة دي مشروعات بتبقى كبيرة دي مشروعات هنفصها طويل اللي بيفتح صور الماركت ما بيكسبش الا بعد 3-4 شهور صحيح ما بالك بقى ده مشروع قناة السويس احنا عملنا القناة الحمد لله تمام هيبدأ السفن تعدي فيها رسميا من يوم 6 اغسطس هنبدأ فعلا هيكون فيها عوائد ولكن بالشكل اللي مش منتظر المصريين الحلم هيكتامل بجد لما ننتهي من مشروع محور تنمية قناة السويس الكبير هننشئ فنادق هناك ونعمل مركز دي صيانة السفن والتمويل والكلام ده كله فاحنا هنشوف الحلم الكبير لان لنا احنا كمصريين بنبقى متفاقلين زيادة عن النزوم ومحتاجين ان احنا نحط خارط الطريق لأحلامنا ودي مش مسؤوليتنا اكتر منها مسؤوليت المسؤولين المفروض حد من المسؤولين يطلع لنا يا جماعة يخطط لنا ويحكي عن حلمنا اللي احنا شايفينه عشان الناس بقاتي كلها معتقدة ان يوم الخميس 6 اغسطس هيفتتح القناة يوم الجمعة 7 اغسطس البلد دي هنتنعني شوية احنا ما في موضوع قناة السويس ان تم تحديد موعد وفي الموعد فعلا خلص المشروع فبرضو لو حط موعد تخطيط حياتنا الفترة القادمة وفعلا تمت في نفس المعاد اعتقد ده هو ده اللي ممكن يصبرنا على انحنا ممكن نستنى ونصمد امام الفترة الصعبة ده مهم جدا على الفكرة وده مهم اللي نسمعوا دلوقتي ان ان شاء الله هنشوف عواقق قناة السويس المشروع الناجح اللي الدولة وعدت فيه واوفد بالفعل بس ان شاء الله هنشوف عواقق قناة ان شاء الله العليا الانتخابات مستعدة لاجراء الانتخابات في الاجازة القضائية نقطة واحنا مستنينها بقى بقى فترة يعني يا طرح هتم امتى وهتم ازاي انها لا منتظروني هو كان طلع اشعاد ان العليا الانتخابات قالوا ان هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للاجازة القضائية وخلوها لبعد الاجازة القضائية اللي هتكون في سبتمبر طلعت نفت وقالوا لا احنا جاهزين الاجازة القضائية اللي بتبدأ في مايو وتنتهي في سبتمبر احنا جاهزين لاجراء الانتخابات فانا اعتقد ان باتي فيه توجه ما لاجراء الانتخابات البرلمانية في شهر بديكلم في سبتمبر مثلا بديكلم في شهر اكتوبر يعني اعتقد يعني نهاية اكتوبر بداية سبتمبر بس هيفين الاحزاب يعني هم مش بيينين على السطح خالص ده مش مسؤولية الدولة للأسف الشديد احنا عندنا حتى الأحزاب اللي طلعت بعد 25 ناير للأسف الشديد أحزاب هشة حتى الأحزاب القديمة زي أحزاب حزب زي حزب الوفد فيه مشاكل دلوقتي حوالين جوه سياسة دكتور سيدبدا والكلام دي كله فالأحزاب سواء الأحزاب القديمة مش موجودة في الشارع حتى الأحزاب الجديدة أو الأحزاب الثورية مش موجودة فاعتقد انها هيكون المستقلين هم اللي بنفسوا بعضهم بس مش عايزين الأحزاب ذات المرجعية الدينية هي اللي تبدأ تشتغل وتشتغل على أرض الواقع وتنزل وتروح وتوصل للفقراء زي ما بيعملوا كل مرة وتبقى الأحزاب الثانية قعدة متكسلة وما بتنزلش الشارع أنا أقولك حاجة بصراحة يعني إذا ما كانش الشعب ده استوعب الدرس وأنه هيجنح تاني نحو الأحزاب الدينية ونحو نتكلم على الإخوان المسلمين بشكل واضح جدا فأعتقد لو ما كانوش أو بينتمل الإخوان المسلمين أعتقد ده يستاهل أو يستاهل بقى اللي يحصلوا بعد كده الأهرام الحكومة تنتفد لضبط منظومة النقل النهري تبعا بعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت ويعني أصفر عنها دلوقتي إيه تلاتين تلاتة وتلاتين قتل أعتقد غريق ده أربعة وتلاتين بالتكلم فأربعة وتلاتين وفيه تمانية انتشلوهم وفيه شوية لسه مش لقينهم في قاع النيل والحكومة بتنتفد والأسف الشديد قررتها الحكومة تنتفد لضبط منظومة النقل النهري قررت الحكومة اللي خليتها مبارح للأسف الشديد موظمها قديمة احنا في مصر مش محتاجين قرارات جديدة يعني هما مثلا قالوا ممنوع سير الصنادر ليلا القرار ده قديمي تمام بس مشكلته ما كانش بينافس احنا ما عندناش مشكلة في إصدار قرارات جديدة احنا عندنا مشكلة في الرقابة والتفتيش ما القرار ده أوردي موجود قالك ممنوع ترخيص المراكب اللي بتمشي في نين لحد شهر كسر أوردي المراكب دي مفيش ترخيص شغال وأوردي المراكب دي كلها غير مرخصة أصلا احنا ما عندناش بس عشان لو كنا عاوزين نمشي على الخط المزبوط وعايزين ان احنا فعلا ناخد إجراءات ردع الموضوع مش موضوع ان الحكومة تعمل اجتماع بوزراءها وان احنا هنصلح منظومة النقل النهري لا فيه مفتق ارتكب خطأ في حدث الوراء يجب ان يحسب ده رقم واحد فيه قرارات اصلا موجودة حكومية قديمة المفروض انها تفعل تمام اما ان يكون فيه خمس وزارات مشاركين في موضوع النيل ده ومشاركين ومساهمين في الحادث ده وبعدين كله يغسل ايده من الحادث ده وبعدين حكومة تنتهي في النهاية بتعويض ستين الف النيل طب ايه زم بالضحايا اللي ماتوا هي المشكلة نحن من انتفت بعد الكارسة بينطلع قرار قرار لم يتمتفعيله فنبقى قصاد كارسة اخرى ومشكلة اللي قرارات اصلا قليمة بس انا عايز اقولك حاجة يا رب ما يحصلش الكوارس بس طول ما احنا من منظومة الاهمال والفساد لسه مستشرية في قلب البلد احنا هتفوق كل اسبوع للأسف في مصر على كارسة كبيرة هتفوق على اختيال نائب عام هتفوق على تنفجير قدام السفارة الاطالية هتفوق على حادث غرق في الوراء دي مش وجهة نظر تشاؤمية ولا اي حاجة انا بتكلم على ارض الوقت انا بنسحة عايزيني صحي بس دمائرنا شوية هو ده والرقابة والتفتيش يريد كل وزير كده يصحي كتار الرقابة اللي عنده والنيل يعني انت شايفة كان سدح مداح الف خط تحت الرقابة اللي حراين بتتكلم عنها الرقابة الغائبة وما فيش حد يتابع هي دي الحقيقة العاملون بالملايو يعلنون ثورة غضب ضد الخدمة المدنية ولا يلا فيه خبر قبله معلش الشروق مجلس الدولة يراجع اول قانون لتنظيم اجراءات المنع من السفر يا مساهر والله انا شايف ان ده خبر ايجابي جدا انا بقى على الاخبار السربية يعني مطلوب فعلا قانون تنظيم اجراءات المنع من السفر ان هو يعاد النظر فيه ويكون الجهات اللي بتدرج على قائم ممنوعين من السفر جهات محددة لاني فيه ناس كتير تروح مثلا المطار تيجي تسافر يقول له انت ممنوع من السفر تستنى نشوف ويعرفوا من اسم الوالدة او يكون مدرج بين الخطأ ويوي فان مجلس الدولة ينتبه في الوقت ده لمراجعة القانون ده وتنقية بقى كشوف المنع من السفر او المنع من السفر او المنع من السفر انا ما بطلوبش اي حد مطلوب ابنيه ان يجي مصر بدون يتقبض عليه او يغادر من مصر رأى خالص القيمة بس يكون القيمة مزبوطة عشان في الفتر الفاتت كان فيه بعض الحاجات كده الخاصة بالممنع من السفر لا اي حد مطلوب ابنيه ان يتقبض عليه في المطار اي حد مش عايزينه يسافر ويكون خطر على مصر ما يسافرش بس يكون فيه كشوف مزبوطة وتكون الاجراءات مزبوطة فاعتقد دي هتبقى خطوة كويسة المصر اليوم اللي عاملون بالمالية يعلنون ثورة غضب ضد الخدمة المدنية انا ما شفتش اي حد مبسوط من قانون الخدمة المدنية الا الحكومة ومن شرعوه يعني ده بس مش موظف المالية بس ده في التنمية المحلية وكل الوزارات رفضينه وكل الموظفين مصر رفضينه طب ده يعني هل ده قانون لقيت هل ده قانونه ازاي هيشرع ويطبق او هو بالفعل وشرع تمام وهيطبق ازاي والناس كلها رفضاء تمام هما ده نسه ده بقولوا ان احنا ثورة وموعدنا عشر اغسطس طب دلوقتي يا حكومة هل احنا بنفتعل مشاكل ولا احنا بنحاول نحل مشاكل ونسير مشاكل ليه توصالوا بناس ان هما اربع تلاف موظف بالوزارة موعدنا عشر اغسطس ليه نوصل لهذه المرحلة ان احنا هنرجع تاني بقى زي ايام مثلا قبل ثورة 25 ينار او في المرحلة الانتقالية كل تلاقي كل شوي موعدنا مش عارف ايه احنا انا مش عاوز تاني نرجع للفترة دي انا اقاوز الناس تبقى حتى لو القانون بيتعامل يبقى في مصلحة الناس حتى لو هو في مصلحة الناس والناس مش فهمة نلاقي اللي يفهم الناس ويقول لهم لا يا جماعة القانون دفصل فكرة التواصل ما بين الجهات المعنية والمواطن علشان نقدر نوصل الاجراءات فيها تايسير لحال الناس بس القانون ده كل رفضه معلمين رفضينه على الفكرة والمعلمين برضو عندهم مشاكل وعلم برضو صورة المعلمين في غسطس وكذلك الملايين والتنمية المحلية رفضينه طب هو القانون ده قانون كده غير مشروع القانون ده بتعميل فالمفروض الحكومة يتعيد النظر في المشروع الأهرام غدا تتشين مبادرة توفير مليون جرعة لعلاج فيروس سي والله يعني برضو خبر كويس دي مبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي لما لقى الأسعار عالية قوي ولما لقى نسبة المصابين بالفيروس سي كتير قوي فقال لك لا أنا أعمل مبادرة ويريت الشركات الوطنية تشارك بالفعل في نضم حوالي 20 شركة وطنية لإنتاج السوفال دي لعلاج فيروس سي والشركات الوطنية حقيقية يعني أنا شايف أنا بحييها من هنا لأنهم حسوا فعلا أن مصر محتاجة شركات وطنية مش لازم بقى نروح من جيب أيوة بالضبط نستورد علاج كذا من أمريكا وإيه من بريطانيا لا فإحنا كنا محتاجين المبادرة يعني يا أستاذ هاني أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وأتمنى شوفك المورة قادمة يكون معنا أخبار بتتمتع بالألوان الفتحة شوية ما تبقاش يعني غم أكد أنا أتمنى بس إحنا بيكون دورنا أكتر منه نحن بنطلق صفرة الإنذار حوالين أضايا معينة يعني بنحاول نصح أنتوا أصحاب الأقلام عليكم برضو دور كبير بنحاول أكيد مشكرك جدا أستاذ هاني على وجودك معنا النهاردة مشاهدينا كان معنا في فقرة الصحافة نهاردة الأستاذ هاني النحاس وهو نائب مدير تحرير روزا ليوسف علاقنا على أخبارنا نهاردة في فقرة الصحافة نروح لفاصل تاني ونرجع نستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد